السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسادتي المشاهدين وحيكم أجمل تحية في هذه الحلقة من خارج النص خارج النص اليوم بضيافة علم أجلس محافظة برداد الأستاذ المثناء العزاوي ورحمة بك سيد الكريم حياكم الله وضياكم حياك الله أنت أيضا رئيس لجنة الحوكمة والاتصالات في المجلس قبل كل شيء أريد أعرف شنو قصة موظف الأجور اليومية اللي جد واجتهد ولقى نفسه بعدين عضو مجلس محافظة وسمعت أنه الطموح أنه يصير وزير يجوز يصير عضو مجلس نواب ما أدري بداية أن حياكم الله وضياكم وحيا الله كل مشاهديكم الكرام وضو مجلس المحافظة اللي أمامك الآن يعني تاريخه هو موظف حال حال أغلب شباب العراق بداية ومن ثم بغداد بظروف العمل والتأيين اللي أصبحت الوظائف الحكومية صعبة جدا عمل لي أكثر من خمس سنوات بأجر يومي لكن حال حال أغلب الشباب اللي تخرجه ودرسه وتعبه ومن ثم يبحثون عن سوق العمل يعملون في سبيل يطبقون اللي تعلموه بالكلية اللي تخرجوا منها فعملت في مجلس محافظة بغداد كأجر يوم ومن ثم يعني بادر إلى ذهنه في المجلس في ذلك الوقت أنه ننشئ وحدة يسمها وحدة الحوكم الإلكترونية تتبنى قضايا التحول الرقمي في مجلس محافظة بغداد فعملت أنا ورفقائي وزملاء المهندسين في مجلس المحافظة منذ ذلك الوقت على تبني مشاريع التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية لأنه الحوكم الإلكترونية هي تحقيق حكم رشيد وبنفس الوقت اختصار للمواطن وتحقيق شفافية وتحقيق عدالة وتقليل الفساد أيضا بنفس الوقت فلذلك نريد كمهندسين نعمل باختصاصنا أن نقدم خدمة لمواطننا بيها سرعة بيها كفاءة وبنفس الوقت نخلص من الروتين المعقد فأعملنا ولكن واجهتنا عدة معوقات أول هذه المعوقات هي للأسف طبعا يعني ما وجدنا في الطبقة السياسية في ذلك الوقت من يرعى أو يتبنى هذه المشاريع إلا لدورة واحدة كان يعني متمثل بنائب رئيس المجلس في ذلك الوقت كان الدكتور رياض الأعضاء يعني يتبنى واحتضن هذه هذه الخبرة اللي موجودة خمس مهندسين أنشأناهم ومن ثم بعدها الدورات الثلاثة اللي يجت بعدها ما لقينا كل ما تجي دورة انتخابية نبحث عن شخص من أعضاء مجلس المحافظة عنده معرفة أو رعاية أو اهتمام بقضية التكنولوجيا ومن ثم يعني دعم هذه المشاريع التكنولوجية إلى أن يعني تبادر إلى ذهنة بعد معاناة أكثر من 14 سنة أنه أدخل في عملية سياسية أيضاً أمثل الناس نوأهلنا في تقديم الخدمات ومن ثم الحلم أو الهدف اللي كان عندي في بداية عملي الوظيفي أنه نقدم لبغداد وأهلها نموذج لخدمة الكترونية تختصر الوقت وتحقق مساواة وعدالة وبنفس الوقت تقلل الفساد أنا فقط أرجع إلى الوراء أنا أهتم جداً بموضوع أنه تاريخ الشخص تفصيلة أنه بديته بوحدة صغيرة أول أعمال البدايات كانت بالضبط أي سنة تحديداً حتى يعني أقدر أميز شنو الموضوع ليش مصطلح الحوكمة الإلكترونية إلى الآن مصطلح حديث نعم يعني تفاصيله إلى الآن قد تكون خافية على أغلب أبناء الشعب العراقي بعدنا إلى الآن ملفات وأوراق بالزايد هذا طبعاً نلقى التطور نلقاه في ديسك مضغوط مثلاً صح لكن تليوم لما نتأرشف البيانات وترتبها وتبوبها وجداول وغيرها وتقاطع معلومات هذا موضوع اليوم جديد علينا نعم نحن من شنو نحسبه نحسبه من المعاناة اللي المواطن يراجع بيهم حتى يقضي الطربة أو الحاجة اللي عندها فالأوليات شكالت يعني كانت بداية في 2009 من أسسنا هذه الوحدة يعني لقيانا أكو موقع أنت تعرف في كل مؤسسة تريد تقدم خدمة للمواطن يجب أن تكون من خلال موقع هذه المؤسسة أو منصة الإلكترونية خاصة بالمؤسسة تتقدم منها خلال هالمعلومات فأنشأنا منصة في ذلك الوقت أو موقع لمجلس محافظة بغداد في تاريخ 2011 كان أول موقع الإلكتروني لمجلس المحافظة يتواصل مع المواطنين باتجاهين وكان إنجاز في ذلك الوقت تحت نفس المسمى اليوم منصة بغداد لا العفو كان موقع مجلس محافظة بغداد هذا الأمر كان دارج في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان وفي فكرتنا في ذلك الوقت أنا وزملائي المهندسين الخمسة بنينة ستراتيجية الإلكترونية اللي هي أنا الموقع الإلكتروني ما أريد بس أقدم معلومات وأخبار وزارة رئيس المجلس وزارة العضو الفلان أبدا أنا أريد أن أوصل المواطن يوصلني صوته وبنفس الوقت الصوت اللي يوصلني من المواطن كون أكو اهتمام ورعاية وكوجد والزمني خاص بمعالجة هذا الصوت جميل إن كان طلب أو إن كانت شكوى وإن كان مقترح في ذلك الوقت فسوينا نظام أسميناه نظام شؤون المواطنين هذا النظام عمل من 2011 دخل بالخدمة وبإعلان رسمي وكان إنه تكريم خاص من قبل رئيس المجلس في ذلك الوقت ونائب رئيس المجلس للمهندسين الخمسة وحصلنا على دروع الإبداء في ذلك الوقت باعتبارنا أول حكومة محلية تعمل بفتح التواصل مع المواطنين باتجاهه استمرنا بهذا العمل إلى عام 2013 2013 صار تحديث على النظام اللي استخدمنا مع شؤون المواطنين بحيث أصبح المواطن مو بس يقدم شكوى أو مقترح من حق أن يتابع الشكوى أو المقترح من خلال رقم يعني 8 ديجت هو اللي اعتمدناه لكن كان عندنا مشكلة في ذلك الوقت كانت ما أقدر أو شنون أثبت هوية الخدمة أن يعطيها لسين ومتذهب لصات ما كفت شيء موحد لكل المواطنين في بغداد أو العراق عموما إلى أن صدرت البطاقة الوطنية الموحدة في ذلك الوقت اعتمدنا رقم التليفون بالإضافة إلى الأرقام اللي المواطن من يرسل الشكوى ويجي بالاستمارة رقم من 8 ديجتات يحفظه بالإضافة إلى رقم التليفون اعتبرناه في ذلك الوقت هو الرقم التعريفي والرمز التعريفي للشخص جميل بعدها يعني طورنا هذا الأمر بحيث المواطن يقدر يتظلم إذا أنا جوابت المواطن جواب والجواب المواطن ما مقتنق به من حقه أن يتظلم على جواب الدائرة المعنية للمشكلة اللي يعاني منها المواطن استمر العمل إلى 2016 بعدها يعني عفوا حتى أفهم الصيغة كانت المخاطبة مواطن مجلس محافظة بغداد الدائرة المعنية بالضبط والدائرة المعنية تعيد الجواب ثم مجلس محافظة بغداد ثم المواطن بالضبط ويطلع عليه هذا الكترونيا بالباكة أوفيس المواطن ما يشعر به المواطن يرسل الشكوى إلى جهة قطاعية بلديات على سبيل المثال أو عندها مشكلة بالماء أو عندها مشكلة في أي مشكلة من المشاكل القطاعية اللي موجودة الآن مباشرة يرسل طلب إلها إحنا كمجلس محافظة عندنا يعني ميزة المشاهدة على النظام في ذلك الوقت ومن ثم نتابع الدائرة المعنية القطاعية التابعة إلنا شنو الإجراء اللي سوته بحق المواطن ومن حقه يتظلم وأيضا كلها بعروضة أمامنا ونشوف نسب الإنجاز والوقت اللي يستغرق المواطن أو الموظف في إنجاز معاملة المواطن جينا للمرحلة هاية مجلس محافظة بغداد الناس انتخبتك سعادة أعضو مجلس أول شيء فكرت تسوي هي اللجنة الحوكمة الإلكترونية والاتصالات كان مستوى التشجيع من قبل أعضاء المجلس أريد أضيفت إضاءة بسيطة تكميلا لـ 2016 وقطعت بالـ 2016 لتغير مجلس المحافظة جابوا شخص على طبعا الوحدة سويناها شعبة والشعبة سويناها قسم الحكومة الإلكترونية جابوا شخص اختصاصة يعني مختصاص كان اسمها الحكومة الإلكترونية بالضبط في ذلك الوقت فشخص مختصاصة هندسي عمل بإدارة القسم يعني لغة غير لغتنا يعني شخص من أدات طبية يجي يستلم قسم هو قسم حكومة الإلكترونية كله مهندسين يعملون على تقديم خدمة الإلكترونية ما فهم الجو شعر بالخطر غير اسم القسم إلى قسم البحث والتطوير ونسف عمل الحكومة الإلكترونية من صار هالشكل الآن يعني كلفت بواجب أيضا خارج محافظة بغداد يعني كنت ممثل محافظة بغداد في إقليم كردستان رجعت بال2018 إلى بغداد ووجدت القسم قسم البحث والتطوير ماكوشي اسمه حكومة إلكترونية البناء اللي بنيناه كله اننسف وانهد حاولت مرارا وتكرارا بأن انعيد قسم الحكومة الإلكترونية نزلوني من مدير قسم إلى معاون مدير قسم بعد رجعتي فرفضت أن أستمر بالعمل تحولت إلى اللجنة القانونية وبعدها رحت إلى مجلس النواب ومن ثم رجعت إلى مجلس المحافظة عضو مجلس محافظة أول ما رجعت عضو مجلس محافظة أنشأت الغطاء الرسمي والقانوني اللي من خلاله راح أحقق الحلم اللي كنت أعمل أليه في 2009 و2010 وحلم مهندسيني زملاء اللي كانوا معايا فأنشأنا لجنة اللي هي معنية بقضية التحول الرقمي في كل بغداد وراسمة السياسة العامة للتحول الرقمي في كل بغداد أعضاء المجلس ورئيس المجلس كانوا مهتمين وأيضا داعمين ومشجعين بالرغم على يعني أنه ما عندهم المعلومات الكافية أغلبهم على شون الحوكم ايش راح تشتغل ايش راح تسوي لكن أنا أعرف وين رايح فأنشأنا هذه اللجنة حتى ترسم السياسة العامة في قضية التحول الرقمي في بغداد هنا لازم ندخل مرحلة المجلس نعم انت أيضا عضو بعدة لجان النزاهة الخدمات الصحة التربية التعليم نعم خلنجي عن نزاهة نعم الحوكم الإلكترونية ايش لون اليوم نقدر نستثمرها بحيث تحققنا أعلى مستوى من الشفافية وأعلى مستوى من النزاهة بس بشي راح مبسط يفهم المواطن التكنولوجيا من تطبق والخدمات من تكون من خلال الأجهزة الذكية والهواتف الذكية المواطن راح يتواصل ويا الموظف المعني لتقديم الخدمة سؤال أسأله طبعا إذا إذا ما راح يشوفه راح يقدم على الخدمة من خلال الأجهزة الذكية هو راح يجع على الخدمة هو راح يتواصل مو مع الموظف مع الخدمة اللي أنا ممفرله يعني كتروحين للجهاز مع القطاع القطاع راح يختاره أنا موفرت الخدمة من خلال الأجهزة الذكية المواطن بعد أكون حاجز ما بينه بين الموظف ما راح يشوفه ولا يعرف مثنى هو المسؤول عن تقديم خدمة السين وعباس هو المسؤول عن تقديم خدمة الصاد ولذلك من أصبحت الخدمة من خلال الموبايل أو من خلال الأجهزة اللوحية الذكية المواطن بعدنا عن الموظف اللي قد بهذا التواصل وإن كان بسيط يؤدي إلى يعني باب من أبواب الفساد المالي ممكن أو باب من أبواب الابتزاز وهذا موجود وسمعنا هذا نشوفه التأخير والروتين المعقد لإنجاز معاملات الناس من يجي المواطن شايل الورقة بديه ويقدمها كبيرة جداً ولذلك هناك توجه عالمي وهناك توجه حكومة اتحادية حتى بالعراق سيد يعني دولة رئيس الوزراء محمد الشياء السوداني مهتم جداً بقضية التحول الرقمي من خلال يعني شون عرفنا مفتب جداً من خلال اللجان المتعددة اللي أنشأها منها لجنة المشكلة بالأمر الديواني 45 لجنة تبسيط الإجراءات لجنة المسؤولة الحكومية على إدارة التحول الرقمي لجان كثيرة شكلها رئيس الوزراء تبنى قضية التحول الرقمي إضافة إلى مسألة مسألة تقاطع المعلومات نعم يعني هذا الموضوع أيضاً أعتقد لازم تداخلون به أنه من خلال معلومات المواطن تقاطع المعلومات تقدر تعرف أنه هذا المواطن شنو وضعه ممكن بهاي الأمور أيضاً ترسمون سياسة ديمغرافية جغرافية للمكان تعرفون أيضاً بعض النقاط وأنتوا أيضاً قسمتوها باللجنة معدكم مثلاً الإعلام الرقمي تكنولوجياً المعلومات والاتصالات والتعليم الإلكتروني والابتكار طبعاً الإبتكار أنا أشك بي نعم ومن حقي يعني قد تكون عندك المفردة صعبة بتطبيقها صعبة لكن أنا سأعطيك نماذج من نماذج نجاح الإبتكار بالعراق هنا أنا أدنا باللجنة نرجع شوية ما يخالف حتى نأخذهن وحدة وحدة وأنا أريد أروح لموضوع مثلاً الخدمات نعم بلجنتكم اليوم أنا شون أخدم المواطن من خلال الحوكم الإلكترونية يعني أولى هذه الخدمات هو يعني كلجنة حوكم الإلكترونية راسم للسياسة العامة حددنا هدف وسقف زمني وخطة ستراتيجية لأربع سنوات قادمة أنه إن شاء الله حكومة بغداد المحلية سوف تكون حكومة محلية ذكية منصة بغداد حكومة بغداد أي هو ده أسأل منصة بغداد وآدات من هذه الأدوات الرئيسية هي منصة بغداد أي من تتكلم عن تطبيق مولدتي مدرستي مختاري بالضبط هذه يعني هسأول أول أمور نرسم الواجهة أو القناة الرسمية اللي الناس تتعامل معها واللي هي ثمرة من ثمارات هذه اللجنة هي مشروع منصة بغدادنا بغدادنا هي المنصة الألكترونية الرسمية التي ستمثل محافظة بغداد والتي من خلالها سيتم إطلاق كل الخدمات الألكترونيا في بغداد تباعا مبدئيا نبدأ بـ 25 خدمة هذه الخمسة وعشرين خدمة نبدأ خدمة خدمة نحللها نبسط إجراءاتها نختصر من الروتين المعقد اللي موجود بيها حاليا ومن ثم نعلنها ألكترونيا مثلا مولدتي جيد مولدتي خدمة يعني باشرنا بالتخطيط لها هي أثر مشكلة مشكلة المولدات مشكلة كبيرة يعني المشكلة اللي بيها هي قدمت خدمة لبغداد والإراق كلها بسبب يعني ضعف تجهيز الكهرباء أو التقصير الحاصل بتجهيز الكهرباء لمواطني بغداد وبقية المحافظات في المولدات وأصحاب المولدات مشكورين على دورهم في سد حاجة المواطن ولكن نحن كحكومة محلية مثل ما نضمن حق المواطن وحق صاحب المولدة أيضا ما نقبل بالحيف والظلم على المواطنين ولذلك المجلس أخذ على عاتقة تصويت على تسعيرات رسمية كل شهر لمواطني بغداد نلزم المحافظة والوحدات الإدارية بالالتزام بالتسعير من خلال متابعة أصحاب المولدات أها يعني هنا من خلال تطبيق مولدتي مواطن لنفترض قاعد في المنطقة أسين من بغداد والتسعير أنتو علنتوها مثلا عشرة للأمبير وهذا المواطن اجع عليها بالمولد وقال لا تسعير تكف معاش ما رح يشوفه بالمولد أنا اشتويت طلعنا فيه أكثر من جولة لأصحاب المولدات وشفت الأمر ما ينفع هناك ناس من تفعيل من قضية رفع السعر وأنا ما حاسبك ارفع السعر ويمي هذه المحسوبية على حساب المواطن ما نقبلها فاقترحت لجنة الحوكم الإلكترونية أن يكون هناك تطبيق الإلكتروني من خلال موبايل يدير هذه العملية بشكل كامل يسمح للمواطن بواجهة خاصة بالمواطن يوزر نيم وباسورد للمواطن من خلال تطبيق مولدتي يحدد عدد الأمبيرات اللي يريدها ومن ثم نوع الكهرباء اللي يريدها وحتى صاحب المولد يختاره من خلال جي بي أس راح تنقط كل المولدات في كل بغداد اللي عددتها أكثر من 13 ألف مولد يعني مالكزية حتى على مستوى القطاع الخاص بالضبط القطاع الخاص هو يعمل معنا وإحنا مسؤولين عن تجهيزه بالوقود ولذلك الرائع التسعيره نسبة إلى الوقود اللي نعطيهها وصاحب المولد أيضا راح يكون إلى حساب خاص ويتم العملية كلها تم إلكترونية وحتى عملية الدفع راح تكون إلكترونية حتى الدفع إلكتروني لا هاي الدفع إلكتروني مثلا مو كل العالم على مثلا ماستر كاردات أو كده احنا يعني العالم اللي ما عنده ماستر كارد راح نخرج له ماستر كارد لأنه راح يتم التعامل والتعاقد مع شركة من شركات الدفع الإلكتروني تتبنى قضيتين قضية الأولى التوعية للمواطنين باستخدام التطبيق أولا ومن ثم طريقة الدفع الإلكتروني والتحويل المالي والأمر الآخر اصدار بطاقات اللي ما يملكون هذه البطاقات حتى نضمن أكو شفافية وبنفس الوقت أكو عدالة وكو مساوات التسعير من أسعرها آني راح يكون ملزم صاحب المولدة اللي ينتزم بها وبنفس الوقت المواطن ما راح يتحمل حمل إضافي أكو أمر آخر في نيتنا نسوي ولكن بعد أن نجرب في ناحية أو ناحيتين في بغداد حتى هذه الوايرات الكهرباء اللي تشوفها بالشوارع اللي خربت حتى شكل بغداد ممكن جدا بمبالغ بسيطة تضاف على المواطن على الماء يتفحها لشهر واحد تقصط لخمسة أو ستة أشهر وبمبالغ بسيطة تتبدل كلها بما أنها أصبحت واقع حال المولدات أصبحت واقع حال إلى أن تتعافل الكهرباء وتجهز عندها قدرة على تجهز المناطق تصدير بشكل كابينات منظمة حالة حالة تليفونات والله وفق آخر تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إحنا مستحيل الكهرباء رح تستعدل منها إلى خمس سنة إذن إحنا لازم نتعامل مع هذه المشكلة ونبحث ونفكر خارج الصندوق في قضية معالجة هذه المشكلة حفاظا على المواطن وعدم ابتزازة وسحب أموال وحفاظا على صاحب المولدة أيضا ومعرفة الناس اللي عنده وبنفس الوقت نحسن من واقع المنطقة ومنظرها من هاي الوايارات اللي ممتدة بشكل عشوائي مصحي زين موضوع الدفع الإلكتروني هذا تعرف حضرتك ترتب عليه إجراءات وكذا يعني بالدول المجاملة تعرف نعم الجهاز البوز موجود في كل مكان وغيرها هذا رح نشوفه ببغداد أو بالعراق عموما أسألك الآن كمختص نعم رح أطلعك من الصفة الرسمية كمختصة هنا خلال إجقد ممكن أن نتحول ماليا رقميا بالعراق يعني أنه كل مواطن اليوم مو بضرورة أنه شيء اللي بجيبه كاش لوس بالضبص إيه إلاج قد تقريبا يعني هذا رح يكون إذا توفرت عدة عوامل أول هذه العوامل الدعوة الحكومية كانت من ثلاثة شهر أربعة شهر كانت في اجتماع للسيد السوداني الآن أنت بتقديرك إلاج قد نحتاج حتى نتحول إلكترونيا بموضوع الدعوة أنا إذا رطيك سقف زمني يجب أن أحدد عوامل معي عوامل أساسية عامليا أو ثلاثة بعدها رح أنطيك سقف زمني في حال تحقق هذه العوامل أو وجودها أول عامل من هذه العوامل شركات الدفع الإلكتروني العاملة بالعراق يجب أن تأخذ على عاتقها مع الجهات الحكومية قضية التوعية للمواطني نحتاج توعية في طريقة استخدام التطبيقات الخاصة بشركات التحويل المالي حتى المواطن يشعر باطمئنان من أنه شايل بالموبايل كل فلوسه أو بالبطاقة الذكية الفيزا كارت أو الماستر كارت اللي يمتلكها أي من هذه الشركات كيكار يجب أن يتم عملية توعية للمواطنين بهذا المجال ليش هالخمول؟ ليش محصورة لحد دلال الأمور بالموظفين؟ ليش مثلا يوم التاجر يعني أوكي أوكي تجار كذا بس الكاسب أي كاسب اليوم يدق عليه المام تقول له عندك بطاقة ماستر أو غريق يقول لك لا ليش؟ لأنه محصورة لانه محصورة ما هو وقت راح تكون عنده حاجة فعلية لاستخدامها على أن توفر له دعم ورعاية وتدريب بقضية أو طريقة استخدامها حولتها حولتها رجعتها مين؟ طبعا أنا شرح أسوي أستاذ أنا حتى أتكون حكومة ذكية يجب أن المجتمع كامل يكون يقدر يتعامل مع الأجهزة الذكية تمام ولا لا؟ وفق إمكانياتهم ومستوياتهم حتى لو كانت بسيطة التوعية بها عدة جوانب ولكن قلت لك منها الأربع سنوات هدفنا كحكومة محلية أنه نحقق نسبة لا تقل عن 70 إلى 75 إلى 8% يقدرون يتعاملون مع الأجهزة الذكية وبنفس الوقت يقدرون يحولون تحويلات مالية لأنه راح يكون مضطر مولدتي بها ماستر كارت أو فيزا كارت أو كي كارت أو أي شركة من هذه الشركات التي تستخدم التحويل المالي والتطبيق راح يكون ألكتروني من خلال الأجهزة الذكية ويجب أن يتعامل معها مدرستي إذا أجينا في تفاصيلها أيضا راح يكون أكفة التطبيق وواجهة التطبيق بها كل المعلومات الخاصة أريد تفاصيل بهذا الموضوع موضوع التربية والتعليم قناة سامرة مهتمة بهذا الموضوع جدا يعني هذا القطاع قطاع مهم اليوم يعني لجنة الحوكمة في مجلس محافظة بغداد وأنت أيضا عضو في لجنة التربية وفي لجنة التعليم أريد ميكس يوصلني إلى أنه شنو اللي راح يستجد على العملية التعليمية بالعراق وأنت تعرف حضرتك يعني للأسف الشديد إذا ما دا راوح لن نتراجع وعلينا أن نعترف بهذا القطاع هناك تطور بسيط بقضية البنى التحتية بالنسبة للمدارس على سبيل المثال ولكن رح أعطيك رقم ورقم رسمي هناك 300 مدرسة في محافظة بغداد هيطينية وكرفانية و300 رقم في عام يعني 2024 في عاصمة مثل بغداد عندها وفرة مالية يعني جريمة من الجرائم المفروض في بغداد دار الحكمة قبل 1205 فأخذنا على عاتقنا يعني بالنسبة باعتباري مختص ومهندس حاسبات ورئيس للجنة لجنة مسؤولة على التحول الرقمي جيت على جانب أخذت هذا الجانب وعملت شون أحله أو أعالجه الجانب اللي هو هسا أحنا أغلب أولادنا وبناتنا فيه بندارس لكنني معرف عن أولادي وبناتي اليوم شنو أخذوا درجاتهم شنو حضر للمدرسة لو ما حضر طريقة تعامل للإدارة معاهم ممكن في مرحلة من المراحل المتطورة حتى أقدر أشوف ابني بالصف نفسه من خلال الكاميرات اللي موجودة بالمدارس المفروض فتبادرت إلى ذهن أنه نقترح خدمة من الخدم اللي راح تضاف الخدمات اللي ستضاف في منصة بغدادنا اللي هي تطبيق مدرستي مدرستي خدمة من هذه الخدمات الألكترونية بشنو راح تقدر تبدأ بمدرستي مدرستي هو تطبيق الألكتروني راح يكون عند ولي أمر الطالب وعند إدارة المدرسة يوفر معلومات كاملة لولي الأمر عن ابنه أو بنته درجات الطالب حضوره غيابه عنده مشكلة نوع المشكلة اللي يعاني منها بداية هذا الأمر اللي راح يجعل المعلومات اللي خاصة بالطالب وذهابه للمدرسة وعودته ودرجاته وتقييماته والمشاكل اللي يعاني منها مباشرة عند ولي الأمر أنا كأب لأبناء وبنات أنا مهتم بابني ومن باب الاهتمام بابني أنه أعرف وخصوصا في هذا الوضع اللي ده تشوف المشاكل اللي ده نعاني منها طبعا ده أحكي على المراحل الابتدائية بس أغلب المشاكل اللي ده تصير مع الطلبة عذرا أستاذ أغلب المشاكل اللي ده تصير هي مشاكل ربما ما لها علاقة بالعملية التعليمية تماما قدر تعلق الأمر بالوضع السلوكي بمستوى أداء الطالب بمستوى أداء التدريسي ولما تكلمتلي الآن عن موضوع مثلا وجود كاميرات هذا شفافية عالية بتطرحها أمام العائلة أنه يا أبا هذا ابنكم بالصرف موجود وشفافية عالية أنه تقول يا أبا والله هذا المدرس أو المعلم أو الاستاذ الجامعي هذا أداء هذا مستوى فهذا طرح شفاف وأيضا يرجعني وين يرجعني لنا زاهر نعم إيه شي مربوطة بشي والتالي احنا اليوم كنا بحاجة إلى تطوير هذه العملية التعليمية الطموح الأعلى ما يوصلك إلى مرحلة أنه بدل الطالب ما يكتب بالقلم يتحول إلى الأجهزة اللوحية ويكتب بيها يعني أنا من أتكلمت على الكاميرات هذا فيز أو مرحلة من مراحل متقدمة لأنه هوني قلت لك احنا الآن عدنا 300 مدرسة طينية وكاربانية شون راح تجلس خلي كاميرات بهيش مدارس تمام ولكن بداية أنه يكون أكو تواصل ما بين إدارة والمعلم وولي أمر الطالب في المراحل الابتدائية وبالمراحل الإعدادية والمتوسطة كذلك المرحلة الأخرى اللي ممكن نفكر بيها يعني احنا نأمل أن تكون هناك مدارس وكل مدارسنا هي مدارس ذكية تتعامل بالأجهزة اللوحية لكن هذا يحتاج لكلف مالية ويحتاج لبنايات متوائمة ومتوافقة مع الأجهزة اللي راح تطبقها وهذا يرات لفترة زمنية طويلة وإن كانت هناك الآن بعض المدارس اللي نموذج وزارة التربية اعتبرتها كمدارس ذكية تستخدم الأجهزة اللوحية بمكان الكتب طبقتها يعني ببعض المدارس مثلا في كل مديرية اعتقد مدرسة يعني ما عند حصائية كاملة ولكن هناك نموذج في كل مديرية طبقتها وزارة التربية واسموها المدارس الذكية فكرت أنه تزور واحدة من هاي المدارس نعم وتشوف طبيعتها وتشوف شون اللي تحتاجها حتى بعدين يصير التأسيس مثل ما أسست لحوكمة إليكترونية في مجلس محافظة بغداد أن تخليها على الأرض بصيغة شبه نموذجية يعني احنا زرنا أكثر من يعني زرنا أغلب المدارس وتطبيق مدرستي ما أتبادر إلى ذهنة لو لا أنه رأينا هناك تجارب في مدارس أهلية عالمية موجودة تعمل الآن في بغداد وصلت مرحلة بيهم أنه من خلال التطبيق اللي إدارة المدرسة منشئته لولي الأمر الطالب حتى يشوف ابنه بالمراحل الابتدائية طبعا بالصف بلحظة وبدقيقة نقل مباشر فإحنا من ريد نرسم سياسة عامة عندي شعار يعني أنا عاملة في حياتي إنه نبدأ من حيث انتهى الآخرون أنا ما أبدأ وأبدي أطبق مبادئ الحوكمة اللي تعلمناها بال2009 وال2010 وال2011 أنا يجب أن أطلع على تجارب الدول المتقدمة اللي واقع حيشابه واقي كبغداد وكعراق ومن ثم أعمل على إعادة صياغتها وفق ما يتوافق معايا أنا كحكومة محلية ووضعنا في بغضا تعتبر هو هذا الابتكار؟ يعني هذا نمو من أنواع الابتكار لكن الابتكار شيء آخر أكيد إن كان الابتكار شيء آخر أريد أن أعرفه بعد الفاصل نعم فاصل المشاهدين ثم نعود وإياكم ابقوا معنا من جديد حياكم الله سهدتي المشاهدين في هذه الحلقة من خارج النص مع عوض مجلس محافظة بغداد الأستاذ الدعاء العزاوي وأيضا رئيس لجنة الحوكمة والاتصالات في المجلس ربط الحكومة والحوكمة بالقضايا الفنية يمكن يسهل كثير أمور لكن كل اللي تكلمنا عنه هو خدمة آنية نشوفها ونعيشها وغيرها وأنا شككت بالابتكار نعم فش عدكم للابتكار؟ يعني الابتكار أو رعاية الابتكار مو بس الابتكار الابتكار موجود رعاية الابتكار احنا يعني كانت أذنى زيارة قبل أيام بسيطة إلى معالي وزير التعليم العالي الأستاذ نائم وتكلمت معاه بأن وأنا ناديت وتكلمت في أكثر من لقاء ورسالة إلى كل المختصين والمبدئين وأصحاب الشهادات العليا اللي عدهم في جزء من أطاريحهم مشاريع ممكن الآن يعلوها التراب في الأطاريح في الوزارات أو الجامعات أنه يؤتون أن بهذه الأطاريح اللي هي تعتبر نوع من أنواع الابتكار اللي بيها مشاريع قابلة للتطبيق احنا نتبناها ماليا ونتبناها كمشروع مع التعديل عليها ومن ثم نصوت ونخصص الهم بلغو ومن ثم نطبقها لمجتمعنا مجتمع بغداد باعتقادك هاي الأطاريح مثلا اللي تم بغداد اليوم شنو أول شي تخليه في أولويات حاجات بغداد بغداد ذكية نعم بغداد ذكية مو بس أقدم خدمة من خلال منصة بها خدمات الكترونية أنا أريد بغداد ذكية وسائل النقل يعني تتوفر وسائل النقل مثل ما موجودة بالدول المجاورة أريد نسميها يعني أنا وقف بالمحطة والستيشن اللي خاص بانتظار الباص أكوى وقت زمني وجي بي اس ومسار محدد لهذه الباصات يوصلني بفلان دقيقة ميستري عبر دقيقة ودقيقتين ونعرف على الطلاع بمسار هذه العجلة على سبيل المثال اليوم بعض التطبيقات الذكية تحاول أتحاكي هذا الموضوع نعم لكن أيضا بها زائد ناقص 15 20 دقيقة 30 دقيقة ساعة أحيانا أكو أسباب هذه الأسباب هي يعني الآن دولة رئيس الوزراء دا يحمل على معالجته خليني بتنظيم النقل لأن قلوبنا مجمرة ببغداد أزل الله أزل الله خليني بتنظيم النقل أريد تفاصيل لأنه أنا اليوم فعلا أحتاج إلى تنظيم النقل لأسباب أولها أولها أنه المواطن البغدادي دا يهدر الكثير من وقته بالازدحامات نعم هذا الموضوع آني إذا عالجت موضوع تنظيم النقل عدد السيارات اللي ماشي بالشارع حتى موضوع فكرة الدوامات كانت فكرة بصراحة مجدية نوعا ما فشلون آني أشوف الفكرة في ذهنتك يعني إحنا إذا وفرنا أمرين مهمين الأمر الأول قضية الطرق وتوسعتها بما يتوائم مع الكثافة السكانية يعني إحنا بغداد إلى الآن الطرق كلها قديمة فعلا دولة رئيس الجزراء الآن سوى حملة اللي حملة تفك الاختناقات مشكور بقضية الجسور والمجسرات وتوسعت بعض الطرق والطرق الحلقية اللي دايش تغل عليها تخفف من الزخم يعني هذا أمر يجب أن نفكر به في حكومة بغداد المحلية وطرحت في المجلس فإنه إحنا يجب أن نفكر بقضية نسبة وتناسب بقضية القطاع الصحي والقطاع التربوي وقطاع البلديات اللي من ضمن النقل والجسور وغيرها بما يتوافق مع حجم السكان اللي هو في زيادة هناك احصائيات ثابتة في وزارة التحطيط تتحدد مئة ألف نسمة مستشفى المفروغ مو مليون يا الله يصير مستشفى أمامه قضية النقل الشوارع الرئيسية في كل المدن هي نفسها طيب هاي ناس ده تكاثر والناس ده تكاثر أكو ناس ده تكبر والي ده يكبر ده يسأل عنده دوام الدوام نجعل أمر الآخر اللي يعزز هذه العملية وسائل النقل وين وسائل النقل العام فعلي وين وسائل النقل الخاص الحديثة اللي تخليني آني كموظف أو كمواطن من أطعر عندي مهمة معينة في وزارة معينة أو إلى منطقة معينة ما أخذ سيارت ليش أخذ سيارت إذا وسيلة النقل موجودة وفيها كل وسائل الراحة وأضمن بيها أنه راح أوصل للوقت أو الموعد ماتي بساعة محددة ليش أخذ سيارت ويطلع إحنا هذا الزخم ترى كل واحد بيت واحد قاعدين أربع أشخاص كل واحد يأخذ سيارت ويطلع لدوام فعلي صح ولا لا يعني فإذا هذا حتى تخفف منه وتخلي أكو خدمة مقدمة للمواطن بشكل حقيقي يجب أن تفعل النقل العام وتنظر له بنظرة حديثة ومو النقل العام اللي تصعد مثل فترة من الفترات تاتة وتبقى التاتة هذه منظر بها المثل نعم وتفعل قطاع الخاص بالنقل الخاص أيضا بمثل ما تعمل الدول المجاورة الآن هذه الدول المجاورة ما ريد أسميها كلها تعمل النقل العام تحسنه وتحسن النقل الخاص والقطاع الخاص تحسنه بنوع سيارة المستخدمة بطريقة التعامل شون هسا بعض الشركات الأهلية لذا تستخدم تطبيقات معينة لاستخدام سيارات أجرها خاصة هي أكون هناك عندهم جدول زمني ووقت وخارطة وبالجي بي اس وتعامل وياه وأكون مصداقية أغلب عند البناء لا يستخدموها وأكون حتى تقييم يعني يقول لك بالضبط قيم لي هذا الساق شون كانت الرحلة مالته طيب من باب أولى أنه الحكومة تعمل هذا العمل وبنفس الوقت يعني ما رح أبقى معتمد بس على النفط كمورد يجين للمحافظة تعظيم الموارد تعظيم الموارد من خلال شركات استثمارية تجي بآليات حديثة بموديلات معينة وفق مواصفات وزارة النقل والتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات اللي عندنا بالمجلس ومن ثم تقدم الخدمة على أن ما تقصي الشباب اللي ديعملون ممكن تستقطبهم تطيهم السيارات يشتغلون بها وتطيهم رواتب معينة يعني نحن نحن نجي بشركة قطاع خاص استثمارية تأخذ خط النقل الفلاني وتسرح كل اللي دي يشتغلون بكيات وبسيارات بسيطة حتى يسوي بقوة النفس والقوة عائلة ثم أكو هوية يعني هوية السيارة اليوم هوية السيارة التاكسي مفقودة في بغداد نعم يعني نحن اليوم نشوف أنه سيارة خصوصي وين تواقف على الشارع وقفلك وقفلك قل لك وين تصل وإذا بيشتغل تاكسي وسيارات يعني فاريها قسم منها وموديلات صح قسم منهم موظفين والعصر يشتغل تاكسي هاي أيضا يحتاج أنه تتنظم تتقنن يعني أنت اليوم من تروح إلى قريب كوردستان سيارات التاكسي معروفة كلهم وحدة صدق ما يقدر أحد أبدا بسيارة يعني سيارة عادية خصوصي ما يحد يصعدوا إياه آني وأنت إذا يوقفونه ما نصعدوا إياه يعني أصبح يعني بغداد بينما لا بالعكس أنا أصعد بالسيارة الشخصية هذا الأمر أتركه إلى الجهة القطاعية المختصة بي يعني أتكلم وزارة النقل والمواصلات بالتنسيق محليا مع لجنة النقل والمواصلات اللي عندنا آني أهمني أبحث عن طريقة توفير الخدمة بطريقة سلسة حديثة توفير وسائل الراحة للمواطنين تطبيق القوانين ولو أنظم فلقة جلجنا القطاعية وجهة القطاعية هي مسؤولة عنه وتطبيقها جيد اليوم منصة بغداد أريد أبقى عندها أو بغدادنا بغدادنا الحلم إلى أربع سنوات أربع سنوات ممكن المواطن يقوم يلتمس هذه الخدمة فعلا يعني خلينا نقول كسقف زمني نحن نحددها يعني يعني من قلت لك أربع سنوات نكون حكومة محلية ذكية والذكاء يعني المصطلح يعرفوا الفنيين هو أعلى مستوى من مستويات تقديم الخدمة بالتحول الرقمي إيه بس العقل هم يحتاج عضلات العضلات إيش لونها أول هذه العضلات حتى ندربها للتعلم على التحول الرقمي هي قضية شؤون المواطنين اللي رح ينزل بهذا التطبيق أو بالمنصة قضية مولدتي التطبيق الآخر اللي وفر خدمة لكل مواطنين كنا مشتركين مولدات أكو بيت ما مشتركين مولدات وإذا أكو فنسبة ما تعدل 1% فإذن أنا راح أضمن النسبة الأكبر اللي راح تتعامل مع التطبيقات الذكية وأيضا التحويل المالي الأمر الآخر مدرستي وراح نستهدف نحن من نطلق الخدمة ما نطلق بس الخدمة مثل القرار اللي صدر قبل فترة الأخيرة ونكسر هذا القرار بقضية أنه المحطات الوقود تتعامل فقط أو تستلم من خلال البطاقة أو بطاقة التحويل المالي الدفع يكون للمحطات الوقود هل هذا الآن موجود؟ لا أراضي ما موجود فإذن كان قعدهم خلل إحنا مريد نوقع بخلل مشابه لهذا الخلل أي خدمة إليكترونية ما راح نطلقها إذا ما نوفر أمرين الأمر الأول توعية للجهة اللي راح تعمل على هذه الخدمة أو تستخدمها إن كانوا كوادر وظيفية أو مواطنين ولذلك فرضنا من خلال العرض الفني اللي قدمنا إلى محافظة بغداد أنه كل أصحاب المولدات وكل المواطنين وأقول كل كل يتدربون من خلال حملات تثقيف ودورات توعية منشورة مرئية مسموعة يقومون بيها كوادر من المحافظة ومن الجهات اللي راح تعمل على تنفيذ هذه الأنظمة أو بسط التطبيق إلى يعني إلى أبعد درجة نعم إحنا كنا من إجت الموبايلات إذا تتذكر نعم يعني واحد يعلم أول شي بدأ أبو المحل تدرب على الموضوع تدرب شخص ويا الآخر تدرب الآخر ويا وما زلنا إلى الآن قسم من عندنا في مرحلة اكتشاف ما الذي يحوي هذا الجهاز الذكي كل إنسان اليوم وحسب استيعابه لكن أكو صخرة ماذا هي نوبات تتحطم عليها الأحلام بس خلنا ندخل بالواقع نعم الواقع يقول أنه أنت اليوم تشكيلة في مجلس محافظة بغداد شأنكم شأن أي مكان إلى أي درجة هاي المشاريع التنموية الحضارية الذكية إلى أي درجة اليوم مدعومة في مجلس محافظة بغداد بس بصراحة أقول لك ياهو بصراحة متناهي يعني شنو أقصد مدعومة مدعومة لأنها قد تحسب للشخص يعني لا تنسى أن تجزء من منظومة سياسية أكيد وهذه من منظومة سياسية لديها منافسون والمنافسون ينظرون ويرون أن هذا الإنجاز ربما يحسب لمثنى العزاوي هذا الإنجاز ممكن أن يحسب لأنس عبد الرحمن لعلي الحسني فلان 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 تالي أكونوا يعني وضع العصاف العجلة ولا تقول لي ما يصير مجلس محافظة بغداد رغم كل التجاذبات السياسية اللي موجود ولكنهم جميعا متوحدين بقضية تقديم خدمة لمواطن البغداد اللي ينتظرن لأنه ما من المعقول أي عضو من هؤلاء الأعضاء والزملاء الأعزاء أن يقف حجر عثرة في قضية تطبيق نظام أليكتروني يخدم المواطن وإذا فعلها فهو يعني أدى به الانتحار لأنه راح أتكلم مثل ما دا أتكلم الآن معك أنه سين أوصات عارض تطبيق خدمة لمواطن بغدادي تختصر للوقت والزمن والجهد وهذا ماكو واحد يسويها يوم أمس كانت عندنا جلسة أحيانا أكو حجة راح أطيك دليل يوم أمس كانت عندنا جلسة طرحنا مشروع مع لجنة البيئة بعد أن صارت التداعيات في بغداد وهناك خيمة من الكبريت والكبريت ملأ الأجواء وصوت مجلس محافظة بغداد على مشروع مشروع يتبنى إنشاء مركز تكنولوجي حديث في مجلس ومحافظة بغداد والمجلس له القدرة على الاطلاع على التقارير اللي راح تصدر منه ومن ثم توزيع حساسات ذكية لمعرفة نسب التلوث ونوع التلوث ومن ثم كيفية معالجة هذا التلوث وأين مكان انبعاثه بالنسبة للجو والهوى وأيضا حساسات راح تقيسن نسبة التلوث اللي موجودة بالأنهار مياه الأنهار يعني الله أنعم على العراق بنعمة كبيرة اللي هو النهرين دجلة والفرات طيب دجلة والفرات الآن دجلة مصبات ومذبات النفايات والمجاري في هذا النهر تمام؟ وهذا كله مخالف للصحة ومخالف للتعليمات والمعايير الدولية بقضية البيئة تصوت البارحة مجلس محافظة بغداد على أول قرار يعني بالدراسة مع لجنة الحوكمة تم تقديمها إلى لجنة البيئة مدرستي لجنة الحوكمة تستكمل كل متطلبات الفنية لهذا المشروع من ثم تقدمه من طبق من ذهب إلى لجنة التربية والتعليم مولدتي تستكمل كل أمور الفنية والمواصفات الحديثة لهذا المشروع نسلم أيضا لإدارته إلى لجنة النفط والغاز وإلى المحافظة نحن جهة مانحة نصنع من المشكلات حلول تكنولوجية حديثة ومن ثم نسلمها للجهة القطاعية هي الديرها الجهة القطاعية هنا ربما ستعمم التجربة أكيد هو هنا الموضوع بغداد ذكية عجبني هذا الشعار جدا عجبني لأنه أنا باشر عقب باشر أريد صلاح الدين ذكية والأنبار ذكية يعني أنا مصطلح أتكلم وهذا يأخذني إلى تساؤل يعني أبعد هذه النماذج اللي ممكن أستخدمها في محافظة بغداد نعم إيش قد يرى هذه الهيالة تطبق في أماكن أخرى لا تنسوا أنتوا عددكم أيضا في مجلس محافظة بغداد خير من الله فمجالات الابتكار أتكون أكبر وأكو هموم في محافظات أخرى أيضا لها علاقة بالجانب السياسي وأريد أسأل اليوم في عملكم هل تتدخل قيادات سياسية؟ هل أكو ضغوطات بالمجمل؟ لا تكلم هنا عن الحوكم أتكلم بصفتك عضو مجلس محافظة بغداد هل هناك تدخلات ما زالت من قبل القيادات السياسية الكبيرة؟ تراها أنت قد تضر أو تنفع بغداد عبر مجلسها؟ سؤال ينبع عن حرصك أولا على العراق عموما بتقديم نموذج لخدمة الكترونية لكل مواطنين تلك المحافظات العزيزة سوف أفاجأك بقضية هناك محافظة من محافظاتنا العزيزة اللي أنا زرتها طبعا أنا في النية أزور أغلب محافظات العراق لإطلاع على التجارب التكنولوجية اللي موجودة عندهم حتى ممكن نستفاد منهم أو نفيدهم بما أحنا مطبقية منه وجدت كربلاء كربلاء المقدسة يعني كربلاء ذكية كربلاء ذكية من خلال بنا التحتية عندهم أتمتة وأرشفة لكل الخدمات القطاعية كربلاء متقدمة تقنيا وأليكترونيا وإن شاء الله بغداد وبقية المحافظات يحذون حذو كربلاء في بعض الجوانب وممكن نحن نكون قدوة وإنموذج لكربلاء بتطبيق في بعض الخدمات الأخرى جميل بما يتعلق بالشطر الثاني من سؤالك اللي هو تدخلات سياسية يعني أعضاء مجالس المحافظات هم أعضاء مجالس عملهم عمل انتخابي عفوا خدماتي يعني الخدمات يعني مجالس خدمية مو مجالس سياسية مثل مجلس النواب التدخلات اللي تكون من قبل القيادات السياسية ممكن على بعض المفاصل ولكن أعضاء المجلس هم اللي قرارهم يحسم هذا الجدل في نهاية الأمر لكن أكو مشاريع خدمة في محافظات أخرى توقفت لأنه أكو مشكلة بين رئيس الكتلة الفلانية ورئيس الكتلة الفلانية ولا تقول لي ما صارت في بغداد يعني في بغداد خاصة في الفترات الماضية بغداد أتكلم من يعني إحنا أصبحنا أعضاء مجلس محافظة إحنا المجلس الوحيد في كل العراق اللي أرجع خطة 23 ومن ثم عاد صياغتها وترتيب هذه الخطة بما يتوافق مع رؤية المجلس المنتخب من كل بغداد ومن ثم إعادة رفعها إلى وزارة التخطيط ما كان أي مشكلة أو تدخل سياسي لتطبيق هذه المشاريع ما شفتها يعني إلى الآن ما شفت هذا التدخل طيب أكو مشاكل تصير أيضا بسبب التعينات اليوم بغداد مقبلة على 16 ألد درجة نعم تعرف حضرتك عندنا اليوم مجالس محافظات صارت بيها مشاكل بسبب موضوع التعيينات نعم هذا شون رح تحلوه شون اليوم 16 ألف درجة جاية إلى بغداد رح تتقاسمه كلمني أخذ مالاته لو رح تكون أكوفة نوع من الشفافية بالتعامل مع خريج بغدادي أو مواطن بغدادي يرضى بالتعيينا بس أمانت الله بصراحة والله أزل الله بصراحة يعني أنا لحسن الصدف أنه أنا عضو في لجنة التعيينات أيضا عملنا في لجنة التعيينات كان هنا قرار من المحافظة أنه تكون بغداد دائرة مفاضلة واحدة رفضنا هذا الأمر رفض قاطع حتى نضمن لبغداد ووحداتها الإدارية ومناطق بغداد أنه كل هذه المناطق سوف تشمل بالتعيينات فجعلنا بغداد في 43 وحدة إدارية و16 قضاء سويناها على مستوى القضاء على أن شرط يعني التقديم راح يكون كل قضاء ضمن هذا القضاء يقدم الكترونيا المفاضلة الشور رح تنحسب هاي النقاط يعني تعرف حضرتك اليوم حتى الموظف بالدولة العراقية يحسبوا لها نقاط معينة تعتمد مثلا سنين الخدمة الخبرات كتب الشكر إلى آخره توصل إلى عدد معين من النقاط هاي النقاط تنتو اليوم شور رح تحسبوها يعني قبلها بس هاي جزئية وضحها مهمة جدا للمواطني بغداد يعني في التعيينات السابقة بغداد دائرة مفاضلة واحدة ممكن أغلب التعيينات ما تتوزع على الأقضاء ناحية من النواحية ما تحصل منها ولا درجة وناحية أخرى من النواحية 300 درجة في هذه الناحية ما عندك المعيار شور رح تحكم أنه تخرج لكل ناحية درجة وظيفية ومتساوية تتوافق مع نسبة السكان اللي هم بيها ما يخالف بس هذا أيضا رح يظلم أبناء هذه الناحية ليش عنديك مثال اليوم احنا في محافظة من المحافظات أنا أعرفها هناك منطقة يعني حتى ليست ناحية منطقة لا تخرج إلا قضاء وأطباء هذه ستظلم أيضا إذا أنا مثلا مهتميت بأبنائها قياسا بأبناء مناطق أخرى قد تجد قضاء كامل قضاء كامل ليس فيه عدد القضاء والأطباء الموجودين في هذه المنطقة وليس ناحية نعم ولذلك سويناها على مستوى القضاء حتى نضمن لكل قضاء أكو ثلاث نواحي لبعض الإختصاصات النادرة اللي ممكن ما تتوفر فيه على مستوى الناحية على أنه راعي في توزيع الدرجات لكل ناحية وما يتوافق مع عدد سكانها عدد الدرجات لهذه الناحية باختصاصات مختلفة حسب حاجة الوحدة الإدارية وحسب حاجة المحاطمة أكثر شي تحتاج أبغداد من الخريجين الجدد أي اختصاص بتقديرك؟ يعني أنا بتقديري اختصاصين يعني إحنا راعي كل اختصاصات لكن أنا أحتاج حتى تكون حكومة ذكية مهندسي الحاسبات وعلوم الحاسبات بشكل أساسي وطلبنا أنه لا يقل عن 500 درجة من هذه الدرجات الوظيفية يكونون بهذا الاختصاص اللي راح يتبنون على عاتقهم إدارة ملف التحول الرقمي في هذه المؤسسات كله بعدها نحتاج مهندسين المدني والمساحة اللي راح يشرفون على المشاريع اللي تنشئها المحافظة بعدها نحتاج الحارس نحتاج الساق نحتاج الاختصاصات الإدارية القانونية أنا بالنسبة لي لأنا أشوف اليوم الحاجة في بغداد يعني تمس مباشرة أرواح الناس أنا بحاجة اليوم إلى مهندسي بيئة بيئة بغداد باتت خامقة يعني وبغداد ذم في رقابكم نعم بيئة بغداد اليوم يعني أنا مو مهم عندي اليوم أنه يكون الدفع ألكتروني أو كاش ما يخالف اسمح لي نعم أنا أتعامل وأرى الناس يعني بطريقة متساوية أنا يعني أستذكر الشاب اللطيف الجميل الذي للأسف يذهب بقدميه لكي يفحص السرطان ويكتشف أن لديه سرطان بسبب هذه الملوثات اكتوينا كثيرا الحروب المآسي هذه الفوضة بصراحة بأعداد المركبات والعجلات التي تسير في طرق بغداد المعامل التي قسم منها ينفذ سموه في الهواء فكروا بالمهندسين بيئة بغداد مو بس بالمهندسين نعم فكرنا بالمهندسين وقبلها بإنشاء مركز بيانات وحساسات في كل محافظة بغداد قلت لي قبل قليل لكن هذا يجب أن يدار على يد مهندسي بيئة بغداد غالية علينا عزا الله شكرا جزيلا لك حياكم الله أرمي سبحانه بغداد أستاذ مصنع العزاوي كنت معنا في هذه الحلقة من خارج النص حقيقة سعيدين أن نجد من يستطيع أن يأخذنا من مرحلة معينة في طريقة التعليم في التعامل الحياتي في أمور الدفع أن يأخذنا إلى هذا الفضاء الذي لا يقبل القسم على اثنين وهو فضاء التعامل الإلكتروني أن تكون هناك شفافية في التعامل بكل شيء وهذا لا يحدث إلا بحوكمة إلكترونية تبنياتي لك بالتعامل الله يحفظكم شكرا لكم مشاهدينا حق الرد مكفول حتى نلقاكم من جديد في أمان الله وحبظه شكرا لكم حياكم الله أهل وسلم اشتركوا في القناة